بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيم من مدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنتناول توسيق المصادر والمراجع داخل المشروعات البحسية وبنبدأ بتوسيق المصادر والمراجع قبل ما نتعامل مع مجموعة من المصادر المختلفة أو قبل ما نطرح لحضرتكم مجموعة من المصادر المختلفة لأهمية توسيق المصادر والمراجع وعلشان نوفر وقت على طلبنا أنك مش بعد ما تشتغل وبعد ما تبني معلوماتك تبدأ أنك تتعرف أو تتفاجئ بأنك مطلوب منك توسيق المعلومات بشكل محدد فهنا بنقدم لحضرتكم توسيق المعلومات والمصادر قبل ما نعرض على حضرتكم أي مصادر مخترحة ممكن تعتمد عليها علشان طلبنا يتعلموا إزاي يتعاملوا مع المصادر المختلفة في البداية احنا هنتكلم هو ليه هنوسق المصادر أو ليه نوسق المراجع ايه الهدف من توسيق المصادر أو المراجع انت بتوسق دلوقتي المصادر أو المراجع علشان تنسب الأعمال لأصحابها وعلشان تنسب كل فكرة لصاحبها وده جزء من أمانة علمية انت ملتزم بيها كطالب الاقتباس من المصادر أو من المراجع له نوعين فيه اقتباس نصا ان انت بتاخد كلمة بالنص زي ما المؤلف قالها وفي الحالة دي انت بتحطها زي ما هي لا بتضيف عليها لا بتنقص منها وبتحطها ما بين علامتين تنصيص زي ما هو موجود قدام حضرتكم على سبيل المثال احنا اقتبسنا من احد الكتب عبارة يتم احصاء اكثر من الف حادث صناعي في فرنسا كل سنة العبارة دي موجودة في الكتاب بالنص لو حضرتكم فتحته ولقيتها طيب ازاي هنقدر نوسق العبارة دي هتقدر توسقها عن طريق انك تكتب اسم الكتاب تهديدات البيئة المؤلف كلارا دلبة واخرين تعريب جورج قاضي الطبعة الاولى سنة الطبعة 2006 دار عويدات للنشر بعد كده هتكتب الدار دي موجودة فين بعد كده الصفحة او الصفحات اللي كانت موجودة فيها العبارة دي طيب ده نوع الاول من الاقتباسات طيب النوع التاني ايه هو النوع التاني انك تختبس فكرة فانت هنا بتاخد الفكرة بتاعة المؤلف ما هياش فكرتك الشخصية لا هي فكرة مملكة للمؤلف وانت بتاخدها وبتعرضها بطريقتك الشخصية في الحالة دي انت بتحافظ على الفكرة بتاعة المؤلف ما بتلعبش فيها ولكن بتلعب في الالفاظ وبتصيغ الفكرة زي ما انت عايزها هناخد نفس العبارة ولكن هناخد الفكرة بتاعتها ولكن هنصيغها بعبارتنا على سبيل المثال الصياغة اللي انا عملتها الحوادث الصناعية في فرنسا تتعدى ألف حادث سنويا طيب دلوقتي لو أنتوا فكرتوا إيه الفرق ما بين العبارتين هتلاقوا بأن المعنى واحد والفكرة ما بين العبارتين واحدة ولكن العبارة دي اتخذت بالنص من الكتاب بتاعها أما العبارة دي اتخذت بالمعنى بتاعها أو بالفكرة بتاعتها وأنا تلعبت بالصياغة بتاعتي طيب في حالة التلعب في الصياغة وبأنك تختبس فكرة من كتاب هتعمل إيه هنوسق بنفس الشكل بس قدامك فيه نوع من التوسيقين الطريقة الأولى أنك تقول له انظر في البداية وبعد كده تكمل بقيت التوسيق زي ما هو فبالتالي مجرد ما أنت بتكتب له انظر يبقى أنت بتدي له فكرة بأن الاقتباس ده أنا تلعبت في صياغته ولكن الفكرة موجودة في المرجع الموجود ده الطريقة التانية لتوسيق الاقتباس اللي أنت خدت فكرته بأنك توسق بنفس الشكل الطبيعي ولكن هتيجي في النهاية وهتكتب بتصرف يعني أنت هنا بتقعرفه بأنك تصرفت في الصياغة وتلعبت في الصياغة دلوقتي هنتكلم عن أهم ستة حالات تهمك في توسيق المصادر بتاعتك أو توسيق المراجع بتاعتك حاولنا بأننا نبسطها قدر المستطاع ونجمع أكتر الأشكال اللي هتقابلك كطالب في البحث النوع الأولاني هو الاقتباس من كتاب لو أنت اقتباست من كتاب أو أخدت معلومة من كتاب طيب هتتصرف إزاي؟ هتكتب اسم الكتاب هتكتب اسم المؤلف لو في مجموعة من المؤلفين هتكتب وآخرين لو في الكتاب ده كان مترجم أو معرب أو محقق هتقدر بأنك تكتب مين اللي عربه أو مين اللي حققه أو مين اللي تعامل مع الكتاب ده على سبيل المثال الكتاب ده كان بلغة مختلفة اللي غير لغيتها هو فلان الكتاب ده كان مخطوطة طيب مين اللي أخد المخطوطة ديته وقعد تحقق منها وتحقق من ألفاظها بتكتب اسمه هنا رقم الطبعة في حالة لو فيه طبعات مختلفة للكتاب بتتكتب السنة بتاعت الطبعة ديت كانت سنة كام وبعد كده الدار بتاعت النشر ومكانها فين بعد كده بتكتب الصفحة بتاعت المعلومة لو هي صفحة واحدة أنت بتكتب صاد كذا لو هي عدة صفحاتها تكتب صاد صاد وبعدين تكتب أول صفحة فيهم وآخر صفحة فيهم طيب ده إذا كنت بقتبس من كتاب طيب لو أنا بقتبس من كتاب إلكتروني هعمل إيه لو أنت بتكتبس من كتاب إلكتروني افترضنا بأن الكتاب اللي احنا شرحناه في الرابط الأول أو في الاقتباس الأول هو كتاب ورقي طيب هنفترض هنا بأنه كتاب إلكتروني هنوسق بنفس الطريقة بعد كده هنكتب في الآخر كتاب إلكتروني متاح من موقع وهتقوم ضايف يا إما رابط الكتاب يا إما رابط الموقع اللي انت جبته منه بالتفصيل فدية الزيادة البسيطة اللي احنا عملناها في الصفحة دي طيب الحالة الثالثة أنك تغتبس من الدوريات زي المجلات أو الصحف الدوريات هي الحاجات اللي بيتم إصدارها بشكل مستمر سواء حاجات أو أعمال بيتم إصدارها بشكل أسبوعي بشكل شهري بشكل سنوي بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي المهم أن الدوريات ديت ليها طريقة في التوسيق طيب إزاي بتوسقها؟ بتبدأ بكتابة اسم المقال بتبدأ بعدها بأنك تكتب صاحب المقال أو كاتب المقال بعد كده بتكتب اسم المجلة أو اسم الجريدة أو الصحيفة اللي انت جبت منها بعد كده بتكتب الصحيفة ديت إصدار إيه أو المجلة دي إصدار إيه يعني مثلا المجلة ديت شهرية فكتبنا أن المجلة اللي احنا أخدناها هنا أو أخد منها مقال عالم بلا نفايات هو مجلة مارس عشرين عشرين طيب إيه الصفحات اللي انت اعتمدت عليها؟ لو هي صفحة واحدة هناخد زي ما أخدنا قبل كده بنكتب صاد ونكتب رقم الصفحة إنما لو هي مجموعة من الصفحات بنكتب صاد صاد وبعدين بيكتب من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة في المقال طيب لو الدورية ديت أو المجلة ديت منشورة إلكترونيا هتعمل نفس الصياغة وبعد كده هتيجي هنا تضيف بأنها منشورة إلكترونيا على الرابط التالي وهتكتب الرابط الاقتباس الرابع لو انت بتاخد حاجة من موقع من موقع الإنترنت جبنا مثلا مقالة عن أجمل بساجد العالم المقالة ديت هنكتب اسمها هنكتب اسم كاتب المقال المقالة دي انت جبتها من موقع إيه؟ بعد كده بتكتب تاريخ نشر المقال بعد كده أنك بتقول متاح من موقع وبتبدأ أنك تكتب رابط الموقع طيب أنا جيت بعد كده وعايز اقتبس من تقرير من تقارير الحكومية أو تقارير المؤسسية ادينا مثال بتقرير لعدد السكان المصريين اللي أصدروا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تاريخ إصداره 1-7-2019 احنا أخذنا المعلومات منه من الصفحات من مجموعة صفحات من الصفحات من 5 إلى 10 والتقرير متاح على الموقع التالي وأمنا كاتبين الموقع اللي متاح عليه التقرير طيب طيب الشكل الأخير لو أنت بتكتبس من فيديو منشور على الإنترنت سواء فيديو منشور على موقع بنك المعرفة المصري أو فيديو منشور على اليوتيوب على سبيل المثال ادينا مثال باليوتيوب علشان يكون أسهل وأقرب لذهنها أعضرتكم في البداية أنا بكتب اسم الفيديو إيه وبكتب ما بين قصيا الفيديو بعد كده بكتب اسم القناة أو اسم الناشر بتاعه بعد كده ببدأ في كتابة تاريخ الفيديو الفيديو ده منشور من تاريخ كام بعد كده باخد الرابط بتاع الفيديو وبحطه طب إحنا ليه بنكتب تاريخ الناشر في الحاجات التي بتتنشر إلكترونيا ببساطة لأن في معلومات متغيرة على سبيل المثال لو المقالة دي نشرت معلومة في أسباب التلوث وصدر بأن الحاجة اللي هم قالوا عليها بأنها مضرة ثبت فعليا بأن في دراسات تالية بأن السبب ده ما يعتبرش سبب من أسباب التلوث أو تم اعتبار نقطة ما هياش من أسباب التلوث وبعد التاريخ اللي تم نشر الفيديو ده فيه اعتبرت هذه النقطة من أسباب التلوث فأنت هنا بتربط المعلومة بتاعتك بالتاريخ اللي هو بتاع النشر اللي هو أنت حطيته برضو علشان لو في واحد صاحب قناة لغى الرابط بتاع الفيديو بتاعه أو تلعب في الفيديو بتاعه يبقى أنت عارف بأن أنت جبت المعلومة دي في التاريخ الفلاني أو تم نشر معلومة دي في التاريخ الفلاني والمفروض بأنك كمان بتكتب التاريخ بتاع زيارتك للموقع هو كذا علشان تتجنب أي مشاكل دي أهم الأشكال اللي أنت بتتعرض لها أثناء توسيق المصادر بتاعتك أو المراجع بتاعتك في طرق تانية بعض الناس بتعتمد عليها كأنك تبدأ باسم المؤلف وبعد كده بتحط اسم الكتاب أنت حر في الطريقة اللي أنت تعتمد عليها ولكن عليك أنك توحد الاسلوب بتاعك في التوسيق اللي أنت هتستخدمه داخل أعمالك كلها شكرا لحضراتكم ونتمنى لكم جميعا كل التوفيق